الجيش الأمريكي بدأ وعلى عجالة بتطوير تقنيات عسكرية وفتاكة من أجل استخدامها في الدول البعيدة والتي يتواجد فيها الإرهاب وينموا بها بشكل مستمر وكذلك التي انسحبت منها الولايات المتحدة الأمريكية أو في صدد الانسحاب منها وهذا الأمر الذي يضع العراق في صميم هذا الموضوع هذا الأمر الذي تحدثت عنه نيوزويك الأمريكية بتصريحات من الجيش الأمريكي حول هذا الموضوع التقنية هذه هي ستدخل في الطائرات المسيرة وتحديدا في طائرات الريبر والأم كيوناين ريبر بشكل خاص لأن هذه الطائرة تعمل بشكل مستمر وبشكل فعال في الشرق الأوسط وفي آسيا الوسطى ما هي هذه التقنية يا ترى التي سيدخلونها في طائرات الأم كيوناين ريبر القضية اللي رح يسوها أنهم رح يدخلون تقنية الذكاء الاصطناعي في الطائرات المسيرة أي بما معنى أنه لن يكون هناك أي شخص يقود هذه الطائرة المسيرة هي راح تقود نفسها بنفسها بحسب الذكاء الاصطناعي اللي راح تتمتع به وهذه الطائرات طبعا مثلا إذا ما أخذنا أفغانستان كون أن كل العوامل التي ذكرناها هي موجودة في أفغانستان أنه هي دولة بعيدة انسحبت منها الرياض المتحدة الأمريكية هناك تنامي للمجاميع الإرهابية هي ستدخل في هذه المنطقة طبعا بشكل واضح وستكون على شكل قواعد قريبة من أفغانستان تقلع كما تريد وتهبط كما تريد وكذلك ستقوم بعمليات مسح وتجسس مستمرة في مثل هذه الدول وتقوم أيضا بتحليل ما تصوره بشكل عام لمعرفة عدد من التفاصيل لهذه المجامع الإرهابية هل هي في تصاعد طبيعة تحركاتها وكذلك إذا كانت في قاعدة بياناتها عدد من الشخصيات الإرهابية اللي طبعا مطيئة الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الكامل باختيالها فمباشرة بمجرد ما تتعرف على هذه الشخصية تنفذ من دون العودة لأي أحد لن تعود إلى القائد القيادة المركزية الوسطى أو تعود إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بهذه العملية وستكون هناك السرعة وفاعلية في عمليات الاختيال إذا كانت شخصية معينة أو حتى إذا كانت مجامع إرهابية من أجل تحييدها وتقييدها بشكل واضح كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية وبحسب مثل ما قلنا قاعدة البيانات الموجودة في هذه الطائرة ولكن الشيء الجديد والقوي بهذه القضية أن هذه الطائرة ستستطيع من عملية تحليل عدد المدنيين كم مدني موجود مع هذه الشخصية إذا ارتأت هذه الطائرة بأن هناك عدد من المدنيين اللي هم راح تكون حياتهم في خطر فلن تضرب أبدا هذه الطائرة طبعا بالتأكيد وستترك الفراغ طبعا للمدنيين لكي ينجوا أو يتحركوا إلى أماكن أخرى تجمع المعلومات على هذه الشخصية وبعدها تقوم بالاختيال وهذه طبعا راح تقلل من الأخطاء البشرية الكثيرة التي صارت من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وحتى من الطائرات المسيرة وهذا طبعا كل هذه العوامل التي نتحدث عنها هي مرتبطة بالعراق بشكل رسمي وهي ستكون هذه الطائرات كما هو واضح موجودة أيضا في الداخل العراقي وتطير بهذا الشكل لأنه الآن في العراق هناك عملية انسحاب كما نعلم للقوات القتالية الأمريكية ستبدأ في 11 عملية بروسس الانسحاب للقوات القتالية الأمريكية والمفروض أن تنتهي في يوم 1-12-2021-2022 ليس هناك أي قوات قتالية موجودة من المفترض بالنسبة في العراق وبالنسبة طبعا للولايات المتحدة الأمريكية اللي راح يصير الآن بداية وبدءا من يوم 11 أن القوات الأمريكية ستقوم بعملية تخفيض الأسلحة الأمريكية اللي تمتلكها طبعا والأعتدى وغيرها راح تسحبها كذلك راح تسحب المعدات العسكرية الخاصة بها وستسحب أيضا الهليكوبترات والطائرات والمروحيات الخاصة بها كلها راح تنسحب إلى الخليج العربي وكما هو واضح بأنها ستنسحب إلى قاعدة العديد القطرية وأيضا إلى البحرين وفي حالة احتياج الولايات المتحدة الأمريكية أن تطلق طائرات معينة فوق الأجواء العراقية أو بطلب من الحكومة العراقية فهي ستأتي من الخليج العربي ولن تنطلق من الداخل العراقي بالتالي قوات الأمريكية لن تمتلك الكثير للقتال حقيقة في الداخل العراقي مثلا في قتال تنظيم داعش الإرهابي ولكن هي تمتلك ما يكفي للدفاع عن نفسها كما تحدث المتحدث باسم التحالف الدولي وين مروته مؤخرا وهذه طبعا اللي تخلي الطائرة هذه المسيرة طبعا بهذه التقنيات بتقنية الذكاء الاصطناعي أن تدور دائما وأن تحوم فوق الميليشيات الموالية لإيران أو فوق حتى تنظيم داعش الإرهابي من أجل وضع التحليلات وتجميع المعلومات الاستخبارية وغيرها والقضية هذه ليست مرتبطة فقط بالطائرات المسيرة القضية مرتبطة بأكثر وأكبر من الطائرات المسيرة ما هي هذه الأمور اللي رح تدخل بها تقنية الذكاء الاصطناعي في الفترة القادمة شوف شنيا بحسب النيوزويك يتم وضع الخطط ليشمل الذكاء الاصطناعي ليس طائرة الريبر فحسب بل بترسانة كاملة من الأسلحة بدءا من الطائرات المقاتلة إلى الغواصات إلى الصواريخ وطبعا قضية الفصائل المسلحة وهذا الانتشار العسكري ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية بالتواجد بهذه الطائرات يجب أن نفهم أن هناك تطورات مع الفصائل المسلحة في الداخل العراقي ممكن أن نراها في الفترة القادمة مرتبطة بالقضية النووية لأننا كما نعلم بأن الاتفاقية النووية ليست فقط على الأمور النووية بل هي على الصواريخ الباليستية وجزء كبير منها فيما بعد بعد الاتفاق على تخفيض نسبة الستين بالمئة من التخصيب العالي والإمكانيات النووية وأجهزة الطرد المركزية قضية الفصائل المسلحة جزء كبير من هذا الموضوع ممكن أن يناقش وممكن أن يحل أو يخفض بأي شكل من الأشكال فالأمور أيضا ممكن تحل بهذا الشكل بحيث إحنا ما نفطر أن نشوف هذه الطائرات المسيرة أن تحوم ضد الفصائل المسلحة على سبيل المثال بل تحوم فقط فوق تنظيم داعش الإرهابي وطبعا القضية النووية الآن صار تطور مثير للغاية بالفترة الأخيرة يوم أمس من قبل شخصية لم يكن يتوقع أحد أن تصدر منها هذه التصريحات ألا وهي وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس الرجل بنفسه قال بأننا الآن نستطيع ولدينا الإمكانية كإسرائيليين أن نتعايش مع العودة للاتفاقية النووية وهذا واضح بأن هناك تغيير في النبرة الإسرائيلية واضحة ولكن بشرط والشرط مفروض على الولايات المتحدة الأمريكية وليس على إيران شنو هذا الشرط بحسب تصريحات بني جانس إلى الفورن بوليسي شف شنو اللي قاله إسرائيل قد تقبل العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لكننا نرغب في رؤية خطة بي بقيادة الولايات المتحدة تتضمن ضغوطا اقتصادية واسعة على إيران في حالة فشل المحادثات خطة بي سونا خطة نمشي عليها فشلت المفاوضات إنت لازم هذه تفرضها بحسب موافقاتنا وحسب الاتفاق اللي وياك ولكن أيضا فرض بلان سي اللي هي خطة جيم وهذه الخطة اللي بني جانس ذكرها واضح جدا بأنه إذا في حالة بلان بي لم تنجح فالخطة هي ضربة عسكرية إسرائيلية مباشرة على إيران في حالة فشل المفاوضات وعدم وجود هذه الخطة واضطروا على هذا الأمر فحط أيضا هذا الخيار ولكن اللي قال واضح بأن هناك ترتيبات معينة للعودة إلى الاتفاقية النووية وهذا يعتبر ضوء أخضر كبير من إسرائيل مباشرة إلى هذه الاتفاقية النووية الآن شنو لموقف قضية المفاوضات النووية هذا الرجل هو لموقف هذه المفاوضات عباس عراقشي كبير المفاوضين الإيرانيين في هذه المفاوضات هذا الرجل الآن هناك صراع كبير جدا في الداخل الإيراني لأن من المفترض أن يقيلون هذا الرجل وأن يستبدلون هذا الرجل برجل آخر ولكن المشكلة هذا الرجل مطلع على كل تفاصيل الاتفاقية النووية والأوروبيين والأمريكان يريدوا أن يكون موجود لأنه إذا استبدله بشخص آخر فالشخص الآخر يحتاج أن يطلع على كل التفاصيل والبنود التي اتفقوا عليها وممكن أن تطول المفاوضات النووية وبالتالي هناك انتظار وترقب وتوقعات بأن بعد ثلاثة أسابيع من الآن ستكون هناك عودة للاتفاقية وعفوا إلى المفاوضات النووية والتي ستمهد العودة إلى الاتفاقية النووية ترجمة نانسي قنقر